شارك وزير البترول طارق المل في جلسة وزرية بعنوان دور الحكومات في تهيئة المنطقة كوجهة جاذبة للاستثمار في إنتاج المعادن ضمن فعاليات مؤتمر التعدين الدولي الثاني بالمملكة العربية السعودية وأكد المل على أن مصر تولي أهمية كبيرة لتطوير قطاع التعدين وزيادة مساهمته في الدخل القوية في ضوء استراتيجية متكاملة يتم تطبيقها في السنوات الأخيرة لتطوير القطاع الهام ونجحت بالفعل في جذب العديد من شركات التعدين العالمية للعمل في هذا المجال في مصر وضف أن عمليات التطوير بدأت بإجراء الدراسات اللازمة لكافة أوجه منظومة التعدين في مصر وتحديد نقاط الضعف والقوة ومسما تطويرها من خلال الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال